فأول جزء زي ما احنا شايفين على الشاشة إن الله سرمدي وزي ما حضرتك قلت في حلقة سابقة إن الكتاب المقدس مش بيثبت إن الله موجود بيبتدي بحقيقة إن الله موجود حتمية حتمية وجود الله الله سرمدي وإنه إله صالح مش مصدر للشر وإنه عليم بكل شيء فعلم الله غير محدود لأن احنا مرات بنقيس علم الله بالمعلومات اللي عندنا ونقول لا ده ما يقدرش يخلق في يوم الله بيخلق بكلمة قدرته به كان كل شيء كن فيكون بالضبط كن فيكون مش محتاج إلى إنه يبقى فيه بروسيدور أو مصنع عملية إجرائية إنه قدير وقدوس موجود وهو خلق كل شيء دي البداية الكتابية في البدء خلق الله السموات والأرض وقاررنا ده بالبداية الإلحادية أنه في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللاشيء انفجر وعمل كل شيء فدي نقطة اللي احنا بنبتدي بيها نحن نعتز بالكتاب المقدس وبنقول دي نقطة بدايتنا الملحد عنده نقطة بداية برضو وهي الزمن والصدفة وقوانين طبيعة بيها مش بيقدر يفسر الكون احنا عندنا نقطة بداية كتابية بيها نقدر نفسر الكون نقول الكتاب يعني احنا بنحكي عن إعلان الإلهي بالزبط كيف الله أعلن إلنا من خلال الكلمة لأن الكتاب المقدس كتب بروح الله القدوس لناس مسوقين مقادين بالروح القدوس عشان يسجلوا ده لأن أحداث الخلق ما كانش في حد موجود يشوفها لكن الله أعلنها لآدم وآدم أعطاها للأجيال اللي بعده لحد ما وصلت موسى والرب وثقها لموسى على الجبل لما أعطاله الشريعة الحاجة الثانية منقول أن الكتاب المقدس احنا كلمنا عن الله أنه هو سرمدي جزء الثاني اللي احنا تكلمنا فيه بس هأكده هنا الكتاب المقدس هو كلمة الله الكاملة تعلن الحقائق الأساسية عن أصول الأشياء والتاريخ لفهم الخليقة فهما صحيحا معنى إيه الكلام ده؟ معنى أن الكتاب المقدس ما تكتبش عشان يكون كتاب علم بمعنى لو عايز أحل مسألة رياضة أفتح سفر إشعياء مش هلاقي الحل وهي مش مكتوب عشان كده خالص لكن ما يذكره الكتاب المقدس عن العلم أو عن التاريخ فهو حقيقي بكل حاجة يعني الكتاب ليس كتاب تاريخ ولكن كل ما كتب تاريخيا من خلال الاكتشافات والحفريات أكدت صحة الكتاب الكتاب المقدس مش كتاب علمي يعني أنت عندك كتالوج عم تقرأ معلومات علمية لكن كل الحاجات العلمية المكتوبة أو المذكورة في الكتاب لم تناقض ما هو مكتوب بالضبط للعلم التشغيلي العلم التجريبي بالضبط تناقض إيه؟ تناقض العلم الافتراضي بتاع العلم الأصول اللي هما بديين بنقطة الحادية أو نقطة المذهب المادي المادي ده اللي بيقول قاعد بدون أساس بالضبط لأن أساسهم هو أنه ما فيش الله احنا أساسنا أن الله موجود وأعلن عن نفسه في الكتاب المقدس أكيد فدلفر الشاسع بين الاثنين